اشتركوا في القناة بتبقى في الجلد او مع التعبير او مع التانيات او مع الجفاف بس شد الوش بيبقى كذا جزء يعني جلد عضلات فيتامينات مفروض تبقى موجودة عشان تدي المرونة والشكل الشبابي او المجدود الصحي بس قبل ما نتكلم عن ده وقبل ما نخش على طول في موضوعنا وموضوع الحلقة في حاجات انا شفتها او مفاهيم غلط عند الكل بالنسبة للبرودكت اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها زي السان بلوك زي التونر زي الخلطات ودي من اهم المشاكل اللي بتواجه الاخصائيين واطباء الجلدية ان انت بتخش على الانترنت وبتجيبي خلطه لا تناسب بشرتك ولا تناسب حالتك ولا انت وغداها من حد موصوق منه مثل مثلا طب اعشاب دكتور في الطب البديل حد متخصص في اللي بدولك عارفه وبيعمل الوصفة ازاي تركيبتها ازاي فيدهالي اما انت تروحي عند حد جرب خلطة او وصفة شعبية نفعت عليه وروحت انت جربتها فما تنفعش عليك ما تنفعش على غيرك ما تنفعش عليك كل واحد صفاته ومشاكله في جلده حتى كل شي فيه غير الانسان التاني لكن ان انت تروحي تطبقيها وتعمل بقى مشاكل دي المشكلة يعني مثلا اخر وصفات شفتها بس عشان تجيب فلورة عن نت وعلى الفيس وتجيب متابعين ومشاهدات معمولة من الصبون احنا الصبون كأطباء كأخصيين كأي حد عاقل بيقولك الصبون لا للبشر واخر الوصفات الديتول صبون الديتول لتعقيم ايدك بس مش للعناية ببشتك صبون الديتول يا جماعة بيقتل كل بكتريا نفعة وغير نفعة حتى النفعة اللي احنا ربنا بيخلى عنا على جلدنا عشان تحمينا الديتول بيقتلها فاحنا بنستخدمه بس وقت التعقيم جاية من برا هتكلي هتعملي هتركبي العدسة هتحط ايدك على وشك فاحنا بنعقم بيه بس لكن مش طول الوقت ولا نعمله في وصفات نيجي الجريمة تانية اكبر جريمة اسمعتها في الوصفات الكولور للمناطق الحسس وده سبب حروق وتسلخات وبلاوي يعني لحالات كتيرة نيجي للنصيبة الاكبر الكربوناتو اللمون الكربوناتو واللمون للبشرة الحساسة والبشرة الملتهبة او البشرة اللي فيها جروح يعمل التهاب يعني ايه التهاب بس الناس دفها مشكلة كبيرة بتوصل للسرطان لو انها ما فضلتش او ما تعالجتش صح لان انت يعني بتبوزي الانسجة انت بتبهدلي انسجة جلدك فحكاية الوصفات او الخلطات خطيها من حد موصوق من دكتور طب البديل من اخصائي من طبيب ما فيهاش مشكلة الا الا الحاجات البديلة او الطبيعية كلنا بنحبها وكلنا بنفضلها حتى في اقربة بيفضلوها عن الكيميكال ما قلناش حاج بس كل تركيبة غلط او وصفة غلط او حاجة مع حاجة او مثلا استخدمنا زيت تقيل شوية لبشرة دهنية عملت حبوب وزودت يعني المبلة طين يعني ما عليك تيش انت بهدلت الدنيا وخدي كده علاجات بتاخد بالست شهور وبالسنة وبالسنتين وبالتلاتة ان انت تعالجي اصار وصفة واسمها وصفة طبيعية فيه حاجات تانية احنا بنستخدمها بتشوفوها انها من الطرف او يعني من من الحاجات اللي مش مهمة بس هي في الحياة هي مهمة ومهمة جدا اهم من الروج اهم من انت تحطي كح السامبلوك السامبلوك احنا بنتكلم عنه اوقي الشاب انا مش بنتكلم عنه كبروديكت تجميل احنا بنتكلم عنه كبروديكت حماية كبروديكت علاج كبروديكت بيحميكي من التلوث اللي حواليكي من الإضاءات من السلبيات اللي حواليك اللي ممكن تضرك بدل يعني ما تجيبي مثلا بروديكت الماقياج جيبي بروديكت يحميك يكون أحسن في حاجات برطو سمعتها عن التونر التونر يا جماعة مش عشان امتصاص البروديكت المرتب مالوش علاقة التونر عشان عدل حمض البي اتش البي اتش ده الحمض بتاع وشك الحمض بتاع شعرك الحمض اللي هو احنا مهم انه يكون معتدل في جسمك فالتونر بيعمل كده مش عشان انه هو ينتصص البروديكت الطبي او المرتب هو بلازم ينحط هده شيء اساسي مش من الطرف او مش من الدلع يعني او مش حاجة مهمة بل هو اهم كتير من حاجات تاني زيه زي واق الشمس وحاجة تاني الترتيب بالفازلين وجليسرين اعرفوا الفازلين وجليسرين مش ليكوات يا جماعة يعني ايه مش ليكوات احنا المسان بتاعت جلدنا دقيقة قدي كده لما انت لما انت بتيجي تحط عليها بروديكت تقيل او سميك ما بتمتصهاش يا بتفضل موجودة على السطح فهنا انت ما اخدتيش فايدة الترتيب فخلي الفازلين الجليسرين للقدم او للركب او للاماكن الخشنة اوي بلاش على ايدك بلاش على وشك بلاش تحطيه في وصفات زي اللي بشوفها يعني انت بتسدي بتسديها البشا محتاجة تتنفس محتاجة اوكسوجين مش محتاجة دايما مكتومة 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 المهم ان احنا لما نيجي نعمل ده نختار الحاجة الليكود او السيلة او اللي سهل على المسامة انها تنتصه نيجي للليفتنج الليفتنج هو شد الوش يعني ما نيجي نشد الوش بالفرد احنا وشنا في عضلات في عضلات من هنا عضلات من هنا وعضلات من هنا وعضلات من هنا وعضلات من هنا عضلات من هنا عضلات الفكر عضلات الرأي عندك اكتر من عضلات العضلات دي لازم تكون وغدا وضع مش الارتخاء يعني ما تبقاش مرتخية لدرجة انها تنزل مع الجاذبية عايزين ان العضلة تبقى مرتخية بس مجدودة مرفوعة واخد وضعيتها فوقيها بناخد الجلد ينشد عليها فلما القالب مثلا اللي هي العضلات او قالب الوش اللي هي بترسمه العضلات مع الجلد هنا بتديكي ليفتنج طبيعي مش بس شد الجلد وسايبها العضلات فيباني ان انت شدة او بمعنى الاصح صناعي بان ان انت عاملة ليفتنج صناعي لأ احنا عايزينا منعمل ليفتنج نرجع لورا بشكل طبيعي نجيب صورة كده لشكل العضلات في الوش دي اماكن العضلات في الوش طيب الاسهم اللي ازاي نشد العضلة عشان ترجع مكانة تاني بعد ما ارتخد نجيب الصورة التانية شايفين الوضايات النقط دي دي نقط اللي هي بنحاول نرجع منها العضلات من هنا من هنا زي اللي انتو بتشوفوها في الفيديوهات للمساج بتاع الوش من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا كل دي نقط الصورة التانية شايفة وضعية وشكلة ما بيتحرك بينه ازاي وانت بتتحكي وانت بتبوزي وانت مدية وانت مكشرة وانت التعبير عمتا العضلة بتبقى عاملة ازاي مع الحركة كتيرة والعضلات ومع السنة ومع الجاذبية العضلة بتاخد ارتخاء فحابين نرجعها تاني مكانها ونرجع تاني معها الجلد بيعملوا للليفتنج كذا حيكا فيه بالبوتوكس بيرخوا العضلة فيه بالمساج والمساج لازم مدومة المساج لازم مدومة ما ينفعش حد يوريك انه عمل الطريقة دي كده ورفع دي كده ففوقتها هيبان انها تشدد بس بعديها بخمس دقيق عشر دقيق هترجع تاني لازم مدومة عالمساج مين فينا بيدومة عالمساج ما فيش طبعا كل يوم تتلهي البيت الطبيق وراي مشوار وراي ده فان انت تعدي كل يوم عشر دقيق عالمساج صعب وفيه بالاجهزة يعني فيه اجهزة متطورة دلوقتي من غير عمليات جراحية اللي طبعا بيحتاجوا عمليات جراحية اللي وصلوا لسن كبير جدا وبتحتاج انها فعلا تشد العضلة وتشد الجل لفوق لان ما فيش حاجة تامع او هتاخد مسافة طويلة اعبال ما هي تاخد نتيجة للشد اللي يرضيها طيب الاجهزة نخليها شوي على جاب اقول لكم على سر والسر بيعترف بيه العالم كله ازاي اعمل مساج لشعري ووشي من غير ما حطي ايدي على وشي من غير ما اكد وقت في الصين وفي اليابان او البوزيين مش المسلمين ولا المسحيين كانوا البوزيين وجدوا ان وضعية السجود السجود وضعية السجود هي مساج طبيعي لشعري مساج طبيعي الوشي بتضخ كمية دم علي الوشي فتعملك مساج بتشلك الطاقة السلبية يعني ايه بتشلك الطاقة السلبية يعني اللي هو انك مريحة شوية برتخية دي من السجود يعني انت لو طولت كل يوم في صلاتك خمس دقايق سجود يعني خليتي خليتي على وضع سجود خمس دقايق في الصلاة انت بتعملي مساج طبيعي لوشك ليه يقولك مثلا اللي بيصلي امن برا الايمان وبره طبعا انتك والله ان وشه منور او وشه محمر او مورد او فيه حيوية او مريح بالسبب كمية الدم اللي بتضخ لوشك والشعرك في وضعات السجود ويمكن في الجام لو بتروحي جام او بالرياضيين عارفين وضعات الاستريتش اللي هي وضعات السجود ودي مفيدة جدا 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 لشعرك والوشك لان انت بتطلع الدم للجزء العلوي بكمية اكبر بس في وضعية ما بتنزليش الدم كل الجزء العلوي بيبقى متقاصم بين جزء السفل و جزء العلوي فلما تيجي تقومي ما تدخيش او ما تتعبيش لان الدم متواصل بين المكاني نيجي للاجهزة في جهاز هنقول عليه في حلقتنا النهاردة مهم انا بقول عليه بديل البوتوكس ليه بديل البوتوكس البوتوكس عبارة عن سم بيدخل العضلة فبيعمل لها ارتخاء هو ده تعريف البوتوكس الجهاز ده بيخترق اعمق نقطة للعضلة وللكل جن اللي في وشك من غير جراحة ومن غير حقن وبيعدلها تاني او بيعمل لها ليفتن تاني ما كان هنطلع فاصل ونرجع مع جلسة سيشال للجهاز بتاعنا اشتركوا في القناة ورجعنا لكم من الفاصل مع جهازنا اللي بديل اللي انا بشوفه بديل البوتوكس بصراحة ايه هو الهايفو الهايفو نجيب صورة كده بيختارك فين في الجلد نطلع بصورة شايفين الموجة بتوصل فين يعني الحد فين لحد اعمق حتة في الجلد تمام الصورة اللي بعدها هو بيصدر موجات فوق الصوتية امنة جدا بفيها بيعدل العضلة وبينشط كل جني بتاع بشكل طبيعي والليستين وبيدي حيوية ويدي لون وردي كده الصورة اللي بعدها طيب شايفين الموجات ليه ناس بتقولك خليكوا شوفوا معي فيه ناس بتقولك وقت الجلسة يعني استخدمنا الهايفو ما عملش نتيجة الهايفو من جلسة لست جلسات يجيب نتيجة للحالات الصعبة جدا اما ليه ما بناخدش نتيجة من الجلسة ده طعب عن صعب لازم انتخذ نتيجة من اول جلسة ازاي خمسة في المية اولا بيعتمد على العمق اللي احنا بنختركه للمكان تاني حاجة بنشوف فين العضلة بتختلف العمق يعني مثلا double change زي ده كده مثلا ده ممكن يكون عمقه اكتر نزود الانرجي بتاع الجهاز نزود كل واحد حسب حالته لما بتاخدش نتيجة بيبقى يا انتي الاخصائي او الدكتور ما دخلش الاعمق نقطة للعضلة او ما دخلش للمنطقة الصح او ما تداش الانرجي الصح للحالة فانا انتي بنفس الحالة مش هتاخد نتيجة يعني هنجيب كده صورة ازاي الاسم بنمشي فيها مع الهايفو يعني مع العضلة شايفين بيدي موجات شايفين يعني شايفين فوق اه لما نيجي نعمل الاسم لفوق لما نيجي نعمل هنا تبقى الاسم لورا في منطقة الجولاي لما نيجي عندي الشفايف بنطلع لفوق زي ما انتي شايفة وما فيش حاجة ان احنا نقف عند العضلة يعني انتي ما تقفيش هنا واقوم عاملة اديها انيرجي علي لا انا باخدها مساج لفوق مساج لفوق وطبعا بيبقى معانا جل طبي لان دي زيها زي الصنار وطبعا جلساتها مش غالية ويعني العالم كله بيستخدمها بياخد منها افكت حلو جدا 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 ومش شرط طبعا الكبار في السن بتبتدي تستخدمي من سن التلاتين او من السن الخمسة وعشر حسب تراهلك او حسب ان وشك قد ايه هو مجد او بايز ممكن بس تعمليه بانيرجي واطي او بانيرجي اقل فيديك حيوية بس ينشط لك الكل جن ونطلع فاصل ونرجع معكم جلساتها ورجعنا لكم بعد الفاصل ونختم حلقتنا بكلمة لكي مهمة حبي نفسك كل ما تحبي نفسك كل ما تهتم بنفسك ما فيش حاجة اهم من نفسك شوفي نفسك جميلة شوفي عقل الجميل شوفي روحي جميلة دايما هتبقى قوية ونفسك قوية وهتدي حاجات حلوة للمجتمع واللي حواليك ولنفسك وشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة